اشتركوا في القناة نظام الدوحة وهذا ما جاء مؤخرا على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية حينما دعا الدول الداعية لمكافحة الارهاب الى وقف المقاطعة قالوا في الازمات يعرف العدو من الصديق وفي الازمة القطرية اتضح جليا ما لم يكن خافيا اصلا فهؤلاء الذين يعتبرهم المجتمع الدولي اعداء للامن والاستقرار هم اصدقاء لقطر بالنظر الى هذه الصور اما ان النظام في الدوحة لا يعرف عن الارهابيين شيئا او انه صاحب المبادرة في كل شيء وفي الحالتين لا يمكن السكوت عن عبثية كهذه جماعة الحثيين ارهابية حزب الله ارهابي جماعة الاخوان ارهابية ايران رأس حربة الارهاب هؤلاء من يقفون خلف النظام القطري واذا مفصلنا في بياناتهم ومواقفهم نجد كل مفردات المؤازرة والتضامن مع هذا النظام هذه قطر هؤلاء هم اصدقاؤها وبمجرد التفكير بعلاقات صداقة هذه تعود بنا الذاكرة لشهر سبتمبر الماضي عندما اصدر تنظيم داعش الارهابي بيانا تحت عنوان نصرة اخواننا المسلمين في قطر اكد فيه تضامنه مع نظام قطر وبالعودة اكثر نستذكر اعلان ميليشيات الحوثية الانقلابية تضامنها الكاملة مع نظام الدوحة تعددت بيانات التضامن من اصدقاء قطر وكان اخرها على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حينما دعا الى فك ما اسماه بالحصار عن قطر ليست مجرد كلمات او صور تلك مخططات دعمت تقويض امن واستقرار الدول ولكن من كان يمكن الثاني لاثارة القلاقل هل النظام القطري مكن الجماعات الارهابية ام ان الجماعات الارهابية هي من مكنت نظام الدوحة ولكن وكما ذكرنا سلفا في الحالتين لا يمكن السكوت عن تلك العبثية